سواس أو أبو محمد لمسحراتي هكذا يطلق عليه أهالي محافظة دير الزور الذي لا زال يتمسك بمهنة لمسحراتي منذ أكثر من 25 عاما رغم أنها أوشكت على الأنقراض فلا يمضي شهر رمضان المبارك إلا دون أن يتجول بأحياء المدينة طارقا الأبواب ومناديا على الناس لإيقاظهم في فترة السحور مهمتنا أن نقوم نسعى بين أحياء ومدينة دير الزور ضمن أحياءها نفيق الناس على السحور ونذكرهم بالله عز وجل وبهالأيام الفضيلة أيام رمضان وبركة رمضان المسحراتي لم يعد يقتصر دوره على إيقاظ الناس وقت السحور كما في السابق بل بات الصلطة بين المقتدرين والمحتاجين سنوات مرت والمسحرات عدنان يضيف رونقا خاصا بين أحياء مدينة دير الزور فهذه مهنة تعد من أحب التقوص الرمضانية عند الأهالي وخصوصا الأطفال لمسحر مو شغلته بس أن يسحر وفيق الناس على السحور كمان في أمانات لازم نوصلها في ناس أغنياء الله يعطيهم من كرمه فحبوا أن ينظروا إلى إخوانهم اللي حالتهم فقيرة ما عندهم أن يقوم بسحوره يجي وفيقنا وبأنا شيء الحلوى وصدنا رددها مثل يا نايم وحدد دايم وهو يجي طبعا لنا الباب وفيقنا نحن في عصر تكنولوجيا مو مثل أول أول لا في موبايل وفي عالم ما تقدر على الموبايل أنه تنبيه للتسحير والأمور فيق على السحور وأمور رمضان وقعود ما قعود اليوم نحن واجب علينا مثل ابني والآخر والآخر يشيل وروح يسحر الناس ما بين الناس وقعدوا على سحوركم ورمضان كريم على الكل ورغم ظهور بدائل التنبيه الحديثة فأن السكان في مدينة دير الزور غير مستعدين للتخلي عن المسحرات كأحد أكثر دقوس الشهر الرمضاني قربا من قلوبهم وتقليدا لاغن عنه في شهر الصيام